فتحت إيران رسميا الثلاثاء باب تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن عشر من حزيران يونيو لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني الذي يشغل منصبه منذ أكثر من سبعة أعوام وبدأ تسجيل المرشحين اعتبارا من الثامنة صباحا في وزارة الداخلية في إجراء يستمر خمسة أيام وترفع الأسماء المسجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصدقة على المؤهلين ليصبح مرشحين رسميا ومن المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من أيار مايو لتلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما وتوقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين الآتين من خلفية عسكرية وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم في اليوم الأول العميد حسين دهقان الضابط السابق في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى ستقوم سياسة إيران الخارجية على أساس التواصل مع كل الدول وستكون الأولوية لدول الجوار والدول الإسلامية والصديقة المهم أننا إن شاء الله سنتمكن من تيسير إجراء العلاقات الثنائية والمتعددة وليس العلاقات الأحادية وبالتأكيد لن نتخيل أي علاقات مع دولة إسرائيل المزيفة تحت أي ظرف من الظروف كما برز بين المتقدمين المسؤول السابق في الحرس الثوري العميد سعيد محمد الذي أدار مقر خاتم الأنبياء وهو ذراع اقتصادية للحرس تعنى بشؤون البناء خطة العمل الشامل المشتركة هي اتفاقية تلتزم الحكومة الإيرانية والبرلمان بتنفيذها أخلاقيا إن أي التزام دولي وقعت عليه الإدارات الإيرانية السابقة سيكون ملزما للإدارات المستقبلية وسنكون ملتزمون أيضا بكافة التعهدات وأعلنت قرابة عشرين شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات إلا أن العديد من الأسماء البارزة لم تكشف نواياها بعد